موسيقى الموضوع بيتضبق بس يبغى لشوية وقت بس يبغى لشوية شعوق ما تدري بوين مواصلين يعني متى يصير عندهم download انو الموضوع مو جاي خلاص قبول انتق نيكست نيكست تبغى تسأل عني انا او غا اقول لك انا من طقت الباب الاولى طق 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 فتح الله هو اكبر كارما طاقة شعور كله متطابق 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 طق طال انفتح تبغى اقول لك معلش يعني برضو انت انسان وعندك شعور وكذا ابغى اقول لك طق ذات مرات خالص عاد اكثر من كذا خلص اكثر من كذا انت لازم تفهم لازم تفهم الموضوع لازم يعني تحل الموضوع الرفض وعدم قبولك للرفض وما تقدر تقلب الصفحة وما تقدر تقول done وما تقدر تقول next وما تقدر خالص يعني اعطيك فرصة الى ثلاثة كده بس عشان عندك جسد مشاعر وكده حساس ولا لو حنا يعني فعلا بنستغل حياتنا نستغل حياتنا صح؟ لنفو ضربة واحدة ومشي تكلمت عن هذا الموضوع برضو في التجرد لان هذا برضو جزء مننا تجرد موضوع الاستسلام وكيف تنتقل تقول باقي لي اخر مرة طيب ما عليش سمح اخر مرة عايشة تقول ليش صعب علينا نتقبل الموت مو نفسي اذا استقبلنا مولود جديد لان المفهوم عندنا مطلخبط لان المفهوم وعلى فكرة ترى مو كل ثقافات مو كل ثقافات في ثقافات دمات الشخص في حفلة في احتفالية تذكرون مرة قلت لكم شوفوا فيلم اظننا لا ما كان قبل ما نسوي فيلم الشهر تكلمنا عن فيلم وحللناه يا الله وش كان اسم الفيلم او ماي جاد تكلموا عن مفهوم غيروا مفهوم الموت بس غيروا الكلمة وش كانوا يقولون يقولون كلمة يعني ما يقولون الموت يقولون لا ان هذا بيمشي او نسيت وش كانت الكلمة حقتهم قلولي قلولي لا 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 مو كوكو لا 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 مو كارتون اللي كانوا في الغابة وفقدوا الالوان لا مو انمي ولد ما يروح الجدة يروح المعلم او حكيم كان في طرف الغابة تذكرون لا لا مو كوكو يا جماعة ما ذكرتو عبتار اسمه كده لا 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 ولا يروح البعد اخر بس هو بس بس لازم يطلع من الدائرة عشان يفك اي فيه كأنه الغابة فيها حائط او اوكي يكفين يا يتقريج عرفت خلص لا مو كوري لا لا مو كوري اظنة كان لا ولا ماتركس المهم عموما الفيلم كان فيه لعب في الاعدادات مرة كثير مرة كثير بس معبر معبر انه تشوف كيف انه لما تتغير الكلمات تتغير بس بعض المفاهيم يتغير فهمك للواقع يتغير تماما يعني يعني الكلمة بس لما تغيرها تغير كثير من الواقع ذاك انا احب الاكزت احب الاكزت احسها اخف احسها اخف يعني ممكن يعني تعطيك معي خلاص كنا بشوف طريق طبع اكزت اكزت راح المخرج المضمار اخر الثقافات تختلف لا تنسين هذا الشيء وفيه ثقافة ايضا ترى الالم في الولادة عكس يعني ترى الالم في الولادة وترى حفلة انه صارت الاكزت وطلع هو ومات والمفهوم عند البشر ما زال مفهوم مضروب وتعبان لا مون متاه يونس يقول هل كلامك موجه للفئة الصغيرة ايضا يعني احس كلامك مرات كبيرة عليهم ولا هم ارواحهم كبيرة وبالتالي مشاعرهم متطورة يستعبون اكثر يعني مثلا الحين اللي مثلا في عمر خمسين ستين سبعين ما يفهمون علي بقد مثلا احد ثلاثة عشر يفهموني احسن الفرق يعني يعني شخص مثلا عمره خمسين ولا شخص عمره ثلاثة عشر لا ابو ثلاثة عشر يفهمني احسن يفهمني احسن السيئة لحبيبتي تقول مو متقبلة خشمي صراحة بسبب تنمر الطفولة وناوي اسوي تجميل لكن اهلي رافضين للحين نظفت العار وما صرت استحي منه ممتاز برافو لكن مو متقبلته ممتاز برافو اهم شيء الآن ضبطتي الشعور ضبطتي تقدرين عليك تسوين تجميل ما في معنى انك تسوين تجميل ليش لا مدام هذا الشيء متاح ويخلي شعورك احسن وانت بذلت يجهدك انك انت غيرت الشعور قبل ما توصلين لهذه المرحلة وقبل ما تتخذين هذا القرار انا ما احب ان الشخص يدخل عمية تجميل هو ما ضبط الشعور اولا ضبط الشعور بعد الرحلة العفلية نورة تقول كيف اتقبل ان اهلي ما يحبوني هم قالوا ولا انت تتصورين هذا سؤال مهم القصة الثانية تذكرينا الفلسفة اللي قلنا لها في فلسفة تقول ان كنت اخترتيهم من الفترينا كيف شعورك الآن وفقا لهذه الفلسفة ما ادري يا صح ولا غلط بس لو كانت هذه الفلسفة وش شعورك الآن ان كنت اللي اخترتيهم من الفترينا حينتي زعلانة ان كنت اللي اخترت هالقصة وحب ان اصبح عاهرة واجذب رجال هل هذا طبيعي؟ لا طبيعي قصدك في طبيعة المرأة في طبيعة المرأة لا بس في خلل في خلل عندك بتكلم عن هذا الموضوع ان شاء الله في الصيف في الصيف هذا موضوع مهم راح نتكلم عنه وغالبا بيكون هو يعني خلطة بين العار والغضب مع بعض ان خلطوا بطريقة ما فطلع هذا الكمبونيشن مع بعض شوية في كذا كذا ذرة شهوة مع بعض مرة يضبطون يطلعون عاهرة يعني كذا يعني بس متكلم عن هذا الموضوع في الصيف سامي حبيلة تقول هل القبول هو عجز وقلة حيلة؟ ما المفروض ان يكون كذا؟ ما المفروض؟ المفروض ان يكون حالة من المنطق والشعور وانو انت شفت شفت زاوية مختلفة مو انو انت منت قادر لان انت شفت زاوية مختلفة شفت زاوية اخرى وهاي الزاوية اجود من الزاوية اللي كنت تشوفها قبل ايه وفي ناس تخلط ما بين حالة اليأس وحالة القبول طيب ناخد سئلة من تيك توك قريدي عنده 141 الف لايك شكرا جزيلا تقول يعني حتى القبول تناقشونه شنو تحبون الكمال ولا ايش؟ حبيبتي انتي ابرار حبيبة قلبي زعلانة ان اناقش القبول يا اختي مرات فاشينستة تقعد شهر كامل تناقش حبه هذا قدها ولا تناقش لها كريم طافة فيه وفرحانة فيه يا حوت زعلت علينا زعلت علينا عشان ناقش القبول ها؟ زي ما تقولوا ما شالله عليهم يعني يعني طوروا قلوبهم زعلان علينا او مايي جاد